اشتركوا في القناة سياسة نقدية حول العالم وخصوصا بمثل هذه المناسبة واجتماع رؤساء البنوك المركزية التحديات الأبرز هي أولا نرى انعكاسات نمو في الاقتصاد العالمي من خلال السياسات النقدية طبعا الاقتصاد الأمريكي كان هو أول من بدأ بتشديد السياسة النقدية وذلك للحفاظ على وطيرة النمو وكان هناك الفجوة الآن هذه الفجوة يبدو الأنظار إليها أنها تتضيق تدريجيا مع توجه بنوك كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وأيضا لدينا البنك الأسترالي وغيرها من البنوك والبنك البريطاني كذلك الأمريكي إلا تشديد السياسة النقدية للحفاظ على وطيرة النمو لفترة أطول وبالتالي تلافي الأثار السلبية التي واجهت الاقتصاد في الفترة الماضية يمكن أنا سألتك هذا السؤال سيد رائد لأن حتى اليوم الجدل لازال قام حول رفع ثالث الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام بالتالي كيف سيكون تأثير ذلك على الدولار أيضا؟ طبعا احتمالية الرفع الثالث انخفضت من درجة الاقتناع الكامل إلى درجة نوع من التشكيك بهذه الإمكانية وبالتالي كان هناك أداء إيجابي في الاقتصاد الأمريكي في الفترة الماضية أقنع الأسواق والمستثمرين إجمالا أن هناك رفع ثالث لكن تخوفات التضخم الأخيرة توضح بشكل أكبر ضرورة الإبطاء في عملية تشديد السياسة النقدية لكن لا يزال هناك الفرصة لرفع ثالث هذا العام طيب ما هي الإشارات أيضا يمكن لينتظرها المستثمرين من اجتماع يوم الجمعة؟ إذا كان دراقي يصرح في أكثر من مرأنا أو استبعت في أكثر من مرأنا أو لن يكون هناك تغييرات جوهرية في السياسة النقدية للمنك المركزي الأوروبي؟ تماما وتم التصريح أنه لن يكون هناك من خلال هذا الخطاب أي حديث عن السياسة النقدية في المركزي الأوروبي وفي منطقة اليورو وبالتالي من غير المتوقع أن يكون هناك نوع من التخوفات لكن من خلال الحديث قد نستطيع الحصول على نبرة حديث رئيس المركزي الأوروبي هل هي متخوفة من شأن المستقبل بالنسبة للتضخم وبالنسبة للوضع الاقتصادي الأوروبي؟ هل يتمكن من خلال الأدوات التي يستخدمها حاليا؟ هل هو يقترب فعليا من تحقيق المستهدفات أو أن هذه الأدوات كبرنامج التي تجني ثمارها في المنطقة الأوروبية؟ شفنا الذهب كان يستفيد من هذه المخاوفة مؤخرا اليوم شفنا بعض التصيحة للذهب إلى أين يتجى برأيك؟ طبعا الذهب يستفيد بشكل كبير حقيقة ويستغل الفرصة بالكامل سواء من التوتر الجيوسياسي الموجود ما بين نورث كوريا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني يغزي تخوفات المستثمرين يحبون من الاستثمارات ذات المخاطر يتجهون إلى الملاذات الأمنة كالذهب وانخفاض الدولار الأمريكي مؤخرا أيضا دعم وعزز من فرصة ارتفاع الذهب بشكل أكبر الذهب حقيقة استقراره فوق مستويات الـ 1280 على المدى القصير المتوسط يعطي فرصة لإمكانية زيارة الـ 1300 دولار للأنصب مجددا كان قد لامس هذه المستويات والفرصة لا تزال قائمة لزيارة ثانية لهذه المستويات أي اختراق فوق 1300 دولار للأنصب يفتح مجال لارتفاعات أكبر قد يصل الذهب فيها إلى 1340 دولار للأنصب ويعتبر ذلك زيادة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة تمكن الذهب إذا وصل إلى هذه المستويات من زيادة حوالي 60 إلى 70 دولار على الأنصب نعم طيب دعنا نقرأ أطول موجة خسائر يتعرض لها مؤشر سوق الأسهم اليابانية منذ أبرل 2016 قراتك للأداء في هذه السوق جمالا الأسهم اليابانية مرتبطة بشكل كبير بوضوح أكبر في السياسة النقدية بالمنطقة أو باليابان تحديدا لكن الأكثر تأثيرا على هذه الانخفاضات الكبيرة في المؤشرات هي التوترات السياسية بالقرب من اليابان نتحدث عن التوتر المرتبط بكوريا الشمالية والمناورات التي تحدث وذلك يؤثر على شهية المخاطرة والرغبة بالاستثمار إجمالا وهذا بلا شك كان تأثيره على أداء الأسهم اليابانية وأيضا أداء على الأسواق اليابانية إجمالا ولذلك رأينا المؤشر اليابانية ينخفض بهذا الشكل فهو مرتبط ارتباط كامل حاليا بالتوترات السياسية الموجودة رادة الخضر الرئيس قسم اللي أبحاث فيه كوتي جروب شكرا جزيلا لك شكرا لك اشتركوا في القناة شكرا لك شكرا لك